السلام عليكم ورحمة الله في الفيديو جديد كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم في احسن احوال كما تلاحظوا الفيديو ديال اليوم جبت لكم واحدة تحلية راقية جديدة اول مرة سيققها في اليوتيوب اكيد مقادير بسيطة 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 يعني وكتجي هائلة تحمر لكم الوجه مع فاش يكونوا اطياف كنتمنى انكم تبعوا لفيديو ديالي اقترحت لكم هذه التحلية بشكلين في كاسات وبشكل عائلي إلا بغيتوا تعرفوا على الطريقة والمقادير ديال هذه التحلية الرائعة كنتمنى ان تبعوا معي الفيديو حتى الاخر وكنتمنى لكم ان شاء الله مشاهدة ممتعة سنبدأ على بركة الله في تقديم المقادير سنحتاج لتحضير هذه التحلية يعني انادرة كمية كبيرة إلا بغير نصف المقادير لدي هنا نصف لتر ديال الليمون او البورتوكال المعصة اللي كان عندي في المجميد يعني كان عندي ليمون صاين هادي نك هادي الليمون باش تعزز لي المداق عندي هنا جوج معالق ديال طحين عندي ربعات المعالق ديال الميزينة او النشط دورا وعندي ثلاثة المعالق ديال السكر هناخدوا واحد الكسرولة هنضيفوا فيها الليمون إلا ما عندكمش الليمون كتضيفوا مثلا واحد انادرت هنا لتر ولكن تقدروا تنقصوا من الكمية ولكن بالنسبة لك أنه عندكم بطياق الكمية هي هاديك هتجيكم منيشان هنضيفوا بلاست الليمون كنضيفوا واحد كارتونات ديال العاصر مثلا على ميامي ماذا يعني أريد فبط لغير من المعالق يعني باش لغير لون دياله يكون هاك نصفر ماذا يجيلكم هذو الالوان اللي انا قدرتهم في الفلن ديالي نخلطه كل شي في الكسرولة كما لاحطوا خليت شوية ديال العاصر ودمجت فيه المايزينة باش نخلطها بزيان باش من غادي نضيفها الليمون لا أقوم بإضافة التولات ونجعل الفلان على النار حتى يحقق كما تلاحظون يحضرون ونأخذ مول حسب الرغبة حسب الضوء اخترت هذا إذا لم تريد أن تقوم بإضافة المول في الكاسات تقدمهم تحليات فرديين كل واحد يأخذ الكاس ونجعلهم في قلب بأي شكل تفضل أنا لدي هذا الشكل ونضيف في هذا الفلان وبطبيعة الحال جاء رائع جدا نجعل هذه الطبقة حتى تبرد من سيان سأضعها في التلاجة تقريبا سأخذ معي 1-5 دقائق سأضيف الطبقة الثانية ونضيف الفلان ونضيف في الكاسات كما تلاحظون سأضيف الكاسات في الناجة حتى تبرد الطبقة الأولى كما نحضر الطبقة الثانية سأضيف حليب ونضيف نصف الكمية ونضيف 4 معلقة ميزينة 4 معلقة السكر ونضيف 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 اضافة نكهة الفانيلا اضافة قطارات اضافة الفلن على النار اضافة نفس الطريقة حتى يقدمها اضافة 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 هذه الطريقة تضير لتضيفة القصر كبير اضافة الكريمة على طبق الثاني ونضيفة الكاسات اضافة كم تسمونه اضافة اضافة جلدة مقادير بسيطة لا يوجد أي مقادير لا يوجد أي مقادير لا يوجد أي مقادير ونذهب للطبقة الثالثة ونحتاج الحليب وهو لتر نحيد من 1 ربع لدينا الفريز ثلاثة المعالق السكر ثلاثة المعالق السكر لدينا معالقة كبيرة لدينا الفلون كبير ولا يوجد رجوع صغر فلون كراميل وفلون فريز لم يكن أفضل فريز لدينا الفريز طبيعة الفريز كان لدينا في المجمد لدينا الفريز ثلاثة تحصل على فريز كبيرة ونضيف نفس الطريقة ونفس الخطوات ونضيف الميزينة ونضيف الطحين ونضيف 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 خالط الفريز ونضيف خطوات ونضيف ونضيف فريز ونضيف لدينا نكهات فيها النكاة الغم الفخيز والنكاة الفرز وتعطيلنا اللون وتعطيلنا النكاة وتعزيزنا النكاة ونجعل الفلن يغلع على النار نفس الخطوات التي تبعتهم في الفلن التي قدرتهم قبل نفس الخطوات نتبعهم من المسطفى اصبحعني نجعل الفلن بالضبيع نبقى على الفرز نبقى على نفس الخطوات نبقى على الفلن سنضعه مع الماتي ونجعل الفلن وتبقى بخصص النار اتمنى انكم تجربوها وترجو عليها في التعليقات وعجبتكم يعني فلون مختلف ومميز وكي يجيل ديت بثاف وغاد يحمر لي حمل وجه اكيد مع العائلة اذا بغيتوا تبدلوا شي لون في هذه الالوان اخضروا مثلا ديال فخازي لمن تفرش عندكم اضيفوا ديال الشوكولات و اضيفوا الكاكاو مع الفلون ديال الشوكولات اكيد تحت هو اللون ديالو غايج يسوي وهذه هي التحلية ديالنا اول مرة سيتلقوها في اليوتيوب صراحة لا سيتلقوها عند شي حد اتمنى ان اتعجبكم وانكم تدعموني ودعموا بقناتي وتشجعوني لان قناتي بقى مازالة صغيرة ومكينش الدعم بصراحة يعني اتمنى انكم تدعموا الفيديو هات ديالي ودعموا قناتي باش نوصل حتى انا والفيديو هات ديالي اقترحهم اليوتيوب وتتشاف حيث كان ديالي مجهودي في المحتوى وكنتمنى وكنوصل لكم ذلك شيء من قلبي وكنتمنى منكم الدعم وكنشكر بزاف الناس اللي يدعموني ويتفرجوا في يدي ما من بديد القناتي وكنتخليوا لي تعليقات سوينين وكنشكركم من القلب مهم يلعجبكم الفيديو لا تنساوش تبرتجيوه مع اصحابكم وحبابكم واللي ما زال ما تابرناش فلاشين ديالي ما تنساوش تضغطو على زر الجرس وتفعلوه وتدروا اشتراك باش بقديمة يوصل لكم الجديد ديال فيديو هات ديالي كنشكركم على المتابعة وإلى فيديو قديم إن شاء الله